نقشت اليوم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأنوروى في عمان كافة القضايا المطروحة والمتعلقة بالتحديات التي تواجه عمل الوكالة في مختلف المناطق المستضيفة للاجئين ذلك خلال جلسة شارك فيها أكثر من عشرين دولة مانحة ومستضيفة للاجئين جلسة مشتركة لأكثر من عشرين دولة مانحة ومستضيفة عقدتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأنوروى لمناقشة كافة القضايا المطروحة والمتعلقة بالتحديات التي تواجه عمل الوكالة في مختلف المناطق المستضيفة للاجئين هناك مطالب خاصة في ضرورة حجر الموارد المالية ميزانيات الطوارئ لدينا تعاني من عجزا ماليا كبيرا كذلك الحال فيما يتعلق بميزانياتنا العادية الأوضاع المالية صعبة ولكن المفاوض العام أيضا تحدث عن ضرورة البحث عن آليات سياسية لحل قضية اللاجئين والوكالة ستستمر في تقديم خدماتها رثامة حل هذه القضايا قضايا عديدة ناقشها المجتمعون أهمها صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الوكالة في ميزانية الطوارئ واستمرارية تقديم الدعم المالي من الدول المانحة إضافة إلى آلية دعم اللاجئين الفلسطينيين واستمرارية الخدمات الطارئة في سوريا تلتقي الدول المتبرعة مع الدول المضيفة مع مقبار موظفي الوكالة للنظر في آلية دعم الوكالة واللاجئين الفلسطينيين الخمسة مليون منهم وأيضا النظر في كيفية دعم خدماتنا الطارئة في سوريا وكذلك الحال في الضفة الغربية وقطاع غزة جهود مستمرة للوكالة لمعالجة الأزمة المالية وديمومة تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية للاجئين إضافة إلى تطوير البرامج واتخاذ إجراءات إصلاحية في تقديم الخدمات لهم أسامة العدوان رؤية